بل إن هذا الشيطان يكون مثل الذباب إذا قلت باسم الله فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند وغيره كان راكباً على حمار وكان معه بعض الصحابة فتعثر الحمار به فقال هذا الصحابي تعس الشيطان فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت فيقول بقوة صرعته ولكن قل بسم الله وأنظر أيضاً هذا الحديث يدل على أن من سقط فقال بسم الله فإن لها تأثير ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب